سوف نقوم الآن بشرح شاشة التسعيرة يتم الدخول إليها من العمليات تسعير الأصناف طبعا هذه الشاشة اختياري لست إجباري لكنها مهمة نستطيع من خلالها تسعير الأصناف بعملة المغزون وبعملة إضافية الدولار التي أضفنا من شاشة أو عملة التسعيرة أما خطوات استخدام هذه الشاشة على النحو التالي نقوم بتحديد رقم المجموعة مثلا مجموعة البر ثم نقوم بالضغط على زر العرض سوف تنزل الأصناف الآن التكلفة هي 8900 ريال مثلا سعر التجزئة سوف يكون مثلا 9800 ريال سعر الجملة مثلا 9500 ريال السعر الخاص إن وجد مثلا يعني عميل له مدة كبيرة جدا نتعامل مع الشركة سوف نتعامل معه بسعر خاص له مثلا 9400 ريال ثم نقوم بإدخال بقية الأصناف أو بقية الأسعار مثلا 9000 ريال البول الأمريكي سعر الجملة مثلا 8200 السعر الخاص مثلا 8700 ريال ويتم استخدام نفس الطريقة على باقي الأصناف ثم نقوم بعملية الحفل هذه الأصناف أو هذه الأسعار سوف تظهر في فواتير المبيعات عندما نقوم بعمل فاتورة مبيعات معينة آجل أو نقد سوف تظهر الأسعار الجملة والتجزئة في فواتير المبيعات بعد أن نختار السعر المناسب الذي نقوم به بعملية البيع به شاشة التسعيرة للبحث عن الأصناف التي تم إضافة فقط تجتم الضغط على زر الباح نقوم بتحديد الرغم المجموعة مثلا ثم الباح سوف تنزلش هذه الأسعار برطة الأخرى سستطيع تأديلها في أي وقت شكرا